بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الالي في برنامجكم ملك وكتابة وما زال الميسترو يعزف إبراهيم أهلا بيك يا بشمهندس وأهلا بيك أعزائي المشاهدين وكل سنة وحضراتك طيبين ساعات قليلة ويحل علينا عيد الأطحى المبارك عاده الله على مصر وكل الأمة العربية بالخير والسلام إن شاء الله حلقة الليلة زي ما المهندس عاد لي استهل لها وما زال الميسترو يعزف تقصد إيه عزف أقصد إن كثيرا من أحلامه تتحقق على أرض الواقع الآن وحسيب التفسير لما يجي معاده هيجي معاده لكن زي ما فاكرين الحلقة الماضية لما استعرضنا معاكم بدايات ملك وكتابة وإزاي كانت الألية في التناول ويمكن ناس كتير من اللي علقوا بإعجاب على هذه الحلقة اشتقوا قوي لفكرة تجزئة الحلقة إلى عنوين وموضوعات وكله قال علشان بنبقى عايزين نعرف الفقرة دي فيها إيه بالزبط فعشان كده هنرجعك وداني لشكل ملك وكتابة في حلقة الليلة وفيها خمس عنوين مهمة عيدك سعيد يا أهلي والآن اطلع بره منك له فالتهنا روحك الطاهرة يا مايس درو قول الحق وأخيرا الرخصة الدلالة والقيمة تناول أو مضمون إن شاء الله يعجب حضراتكم